مفتر جمهورية الاسبك والدكتور علي جمعة عدوا لجنة كبار العلماء بالازهر الشريف كان ليه تصريح من يومين بيقول ان هو ضد فكرة المقاطعة وان المقاطعة ما ينفعش يعملها مواطن وان اللي عاوز يقاطع الشركة نفسها اللي بتجيب منتجات من برة سواء في الدول الدعامة للكيان السهيوني او من اسرائيل او الدول دي من باب اولا قطع انت ما تدخلش السلعة لان كده فلوسها تدفعت. وبيقول ان هو ضد فكرة المقاطعة علشان بمجرد ما دخلت السلعة مصر من خلال هذه الشركات لما انت بتقطع السلعة اللي عرف او في الدلاجة انت كده بتقطع شركة مصرية وموظف وعامل مصري مالوش زمن. وجهة نظر ايا كان رأيكم فيها. طب ليه بدأت الفيديو ده بالكلام ده والتصريح بتاعة الدكتور علي جمعة مفتر جمهورية الاسبك. علشان كنت قلت في برنامجة قبل كده ومحضراتكم ان احنا عندنا فرصة زهبية للتشجيع المنتج المحلي مع فكرة المقاطعة وان كل واحد بقى من اصحاب الشركات والمصانع حسن المنتج بتاعك والجودة بتاعته بيع بالتسعيرة الرسمية فرصة زهبية ترجع وتعيد اكتشاف نفسك. وبلاش نستغل بعض. لكن للأسف احنا احسن ناس نتشطر على بعض ونستغل الظروف حتى في الغلا والكوا. ليه? فيتراك المربة المشهورة اللي كلنا عارفينها. اللي هي تبع شركة هيرو للصناعات الغذائية. آآ اللي بتنتج النوعية دي من المربة اللي هي اسمها فيتراك وطبعا بيعمله عصر بنحل وبيعمله حاجات كتير. عملت ايه بقى فيتراك? فيتراك يا جماعة زودت خمستاشر في المية على منتجاتها. استغلالا للظروف. وده اللي كنا بنحذر منه وبنقول التقل لبرب في المية حرام. الربعمية وتلاتين جرام آآ في منتجات فيتراك سواء بتتكلم بقى على عصر النحل والمربة والمنتجات بتاعتهم زودوها طبعا بقى بتاعة واربعين جنيه خمسة وسبعين والمتين وتلاتين جرام بسبعة وعشرين واللي اتنين ونص آآ كيلو جرام بمتين وسبعتاشر كل الاركام والمبالغ دي زادت بلغة الاركام خمستاشر في المية. والسؤال لغاية امتى? هنفضل نستغل في المية العكرة ونستغل بعض? حتى لو على حساب المواطن الغلبان اللي ولا عارف يشتري ولا عارف يقاطع. ولما جاي قاطع ويشجع المنتج بتاعنا انت كمان غلت عليه. وشوفنا مبارح. اكبر قضية فساد في وزارة التموين. مستشار وزير التموين. وتمانية من كبار الموظفين واصحاب الشركات. لوبي يا معلم. لوبي. في سرقة وتربح وملايين وازمة السكر وقبلها الرز. وكان قاعد مكتبه جنب مكتب الوزير مباشرة. ولسه مترقي على فكرة منصب مستشار الوزير من كم شهر فقط. آآ والركابة الادارية امبارح جابته من مكتبه. عارف خده كده. الركابة الادارية قود وعارف من مكتبه. فهذه القضية آآ الخطيرة جدا. اللي بتأكد كلامي معاك هو حتى الحكومة لو انت مساء في وزارة التموين. بتدوس على المواطن. وبتقابد عليهم في قضية فساد. عشان سكر ورز وزيت وسلع. وتيجي الشركات خاصة زي فتراك وغيرها. تبقى بتزاوية هيكملها خمساش شهر في المية. لغاية امتى هنفضل في المشهد العبسي ده. اللي دايما بيدفع تمنوا المواطن الغلبان اللي ما بين دول ودول بيدور على لقمة العيش والاكل اللي يقله هو وعيده. ربنا اسطرها. اشتركوا في القناة